ملفات عديدة ستطرح على طاولة المفاوضات العراقية الأمريكية المرتقبة لتحديد شكل العلاقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة التسريبات الخاصة بالاجتماع تشير إلى أن الملف الأمني سيتقدم الملفات المطروحة وبخاصة قضية وجود القوات الأمريكية وسط حديث النيابي عن ضرورة الالتزام بقرار إخراج القوات الأجنبية مع الحفاظ على العلاقات العسكرية بين البلدين ابتداء أكمل مجلس النواب بتصويت على خروج القوات الأمريكية قبل فترة من الزمن وآلت الأمور إلى الحكومة المركزية بالتعامل حقيقة بحزن بهذا الملف وتأخذ بنظر الاعتبار كل هذه المسائل بحيث أن تكون المفاوضات مهمة جدا وتضع النقاط على الحروف وتحدد من شكل العلاقة ما بين القوات الأمريكية والقوات العراقية نحن نرى بأن الحوار وأيضا الحفاظ على الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضروري جدا ولكن مع احترام السيادة وهذا الحوار مهم جدا ونتصل إلى نتيجة واتفاقيات لكي تكون هناك أيضا حفاظ للسيادة وعدم التدخل ليس من قبل أمريكا فقط وإنما من قبل جميع الدول في المجاورة في المنطقة وإلى جانب الملف الأمني سيناقش الجانبان الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة بين البلدين بهدف الوصول إلى أفاق تعاون جديدة وبناء علاقات ستراتيجية انطلاقا من مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية المفاوض العراقي يجب أن يكون على أرض صلبة ويجب أن ينطلق من الاحتياج العراقي والاستقلال العراقي والمصالح العراقية ويترك بالكامل ولا يرتفت إلى المزاج الخارجي الإقليمي أو الدولي ولا يرتفت إلى المزاج الذي يبحث عن مصالح على حساب مصالح العراقية أنا أعتقد أنه اليوم السيد الكاظم يعي هذه الأمر لذلك عمل جيدا بأنه وزع الملفات إلى ثلاث ملفات عليه أن يختار الفريق المفاوضي وأن يشرك الجميع أيضا لكي لا يطعن بهذا التفاوض أو ذاك التفاوض ويرى برلمانيون أن الدعم السياسي الذي يحظى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعطي الحكومة والمفاوضين دعما قويا أثناء سير المحادثات العراقية الأمريكية